بفعله المصدر الحق العمل صح؟ هو كذلك؟ بفعله المصدر الحق العمل مضافاً ومجرداً أو معاً إن كان فعل معاً أو ما يحل محله والاسم مصدر العمل وبعد جره الذي أضفه لك من بنصبه وبرق عمله وجر ما يتبعه ما يجره ومن رعاه في الاتباعي المحل فحساً المصدر أحد مدلولي الفعل وهو الحدث إذا قلت ضرب للغض مدلولان زمن ماض وحدث هو الضرب هذا المصدر قال بفعله المصدر الحق العمل إذا كان فعله لازماً يرفع فاعلاً يرفع المصدر فاعلاً لكن قد يجر بإضافة المصدر تقول أعجبني مشه زيد مشه فاعل وزيد مضاف إليه من إضافة المصدر من إضافة المصدر إلى مرفوعه إلى فاعله وإن كان فعله يرفع فاعلاً ويصر مبعولاً رفع المصدر فاعل ويصر مبعولاً لكن قد يضاف إلى الفاعل وإن تصيب المغول تقول أعجبني شرب زيد الماء شرب فاعل زيد مضاف إليه ما يضافت المصدر إلى فاعله والماء معلوم به لشرب وإن كان فعله يصم العولين يرفع المصدر فاعلا وينصم العولين مثال ذلك أعجب لي يأطاء عمل خالدا كتابا أنا أقول بفعله المصدر الحق العمل مضافا ولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض مضاف لا دفاع الله أو مجردا مجرد من ألو الإضافة كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما قالوا إعماله مجرد من ألو الإضافة أقس لأنه يكون أقرب إلى الفاعل أو مع ألو هذا أقلها أرتبها على حسب الكثير مثال ذلك لقد علمت أولى المغيرة أنني لقيته فلم أنكر عن الضرب نسمع عاملة مهارة بأل هنا أقل أقل صوره لأنه أوغل أوغل في الاسمية بعد عن الفعل أرغ بأل ولي من خلاص الاسم كان سيما ما أبارك قالها إن كان جعل معاً أو ما يحل محله يعمل المصدر بشرطة أن يكون أن يكون منحلاً بشرطة أن ينحل ينحل عن ما والجعل أو عن والجعل ينحل عن أن والجعل إن دل على المضي أو الاستقبال وعن ما والجعل إن دل على الحال تقول أعجبني ضرب زيد عمر الأمس أي يعجبني أن ضرب وتقول يعجبني ضرب زيد عمر أن يضرب وتقول يعجبني ضرب زيد عمر الأم أي ما يضرب زيد عمر الأم بأن أمسدلها للاستقبال وره أن نقول إن كان فعل معاً أنه ما يحل المحل له قالوا هذا أغلبي فقط هذا الحكم أغلبي قد يعمله وهو لا ينحل تستطيع أن تقول كان ضرب زيد عمرا خيرا له ولا تستطيفها تركيلا تقول كان أن ضرب لا ينحل إن ضرب الوالد ولده تأذيبا خير له لا تقول إن أن ضرب لا المصدر لا ينحل ومع ذلك عمل ومع ذلك هناك مصادر قرر النحات أنها غير عاملة لأنها لا تنحل نحو ضربا زيدا ضربا زيدا قال زيدا منصوبة بما ناب عنه ضربا وهو يضرب هذا المصدر لا ينحل ولذلك لا يتقاوى عندهم له عمل فما نقول إن كان فعل معا أو ما يحل محله والاسم المصدر قال اسم المصدر يعمل ما اسم المصدر قال اسم المصدر ما ساوى المصدر في معناه وخالفه بخلوه لغضا وتقديرا من بعض حروف الفعل دون تعويض عنها فإذا قلت إعطاء مصدر إذا قلت عطاء تساوي في المعنى لكن خلت من بعض الحروف الفعل أعطاء إذا قلت عطاء سقضت الهمزة أهل كذلك أنبأ إذا قلت نبأ اسم مصدر سقضت من بعض الحروف الفعل ولم يعوضها لا لفظا ولا تقديرا فإن يعوضها لفظا لم يكن اسمه مصدر قلت ومصدر نحو زنة وعدة زنة سقطت فاو الفعلي وهي وزنة سقطت الفاو هي فاو الكلمة لكن أعوض عن التاء هذا يسمى مصدرا لا اسم مصدر كذلك قد يكون التقدير قد يكون تعوضه مقدرا نحو قتال وضراب أصلا قيتال وضيراب فالتعوض المقدر ونضق به بالغرب قال وقالت لقيتال وضارب ضيراب قال كفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعة بعد عطائك عطاء باسم مصدر وعمل أهل هذا ما قوله واسم مصدر قالوا قيتال الذي يحمي والعمل قيتال يوضع عنه الذي يقاتل الذي يقاتل أظهر 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 قالوا قالوا أشار ابن المالك بقوله والاسم مصدر يعمل أن عمله قليل أهل وعلى كل حال إعمال اسم مصدر مقتلوا فيه قال بعضهم إذا كان عالما لا يعمله بحال ككيسان وبرة ومذله برة ولم برة قال لا يعمله منطقا وإذا كان غير ذلك فاقتلفوا فيه قال بعضهم قال بعضهم لا وقال بعضهم لا وابن المالك قال واسم مصدر على إشار إلى قلة عمله نعم قال المصدر المصدر اسم والاسم إذا كان منصرفا لا تجدوا إلا على إحداث هذا الصور إما أن يعرف وإما أن يضاب وإما أن يمنون قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب له براف عمله إن أضفته إن الفاعل إن أصبت المفعول تقول عجبني شرب زيد العسل وإن أضفته المفعول عرفات الفاعل تقول عجبني شرب العسل لي زيد ولا إن قتل نفسه المرء ألا إن بارك الله ألا إن ظلم وإلا دفاع الله الناس بعضهم قد يضافوا إلى المفعول ويفعل فاعل كما mantثلنا ألا إن ظلم نفسه المرء وبينه وقد يضاف إلى الفاعل ويحذر المفعول ربنا وتقبل دعائي حذف المفحول وقد يضافه المفحول يحذف الفاعل مثل لا يسمو الإنسان من دعائه الخير ومن خواص المصدر أن فاعله يحذف ولا يتحمل ضميره الفعل إذا حذف فاعله يتحمل ضميره زيده قدم أي هو بخلاف أو إطعامه في يوم النظيم الصباح حذف فاعل المصدر ولا يتحمل ضميره أنا أقوله وبعد جره الذي أضيفه له كمل بنصب أو برافهم قد يضافه لغيرهما في أرتفع الفاعل وينتصم الغول أعجبني ضربه اليومي الأميرو اللصة وجر ما يتبعه ما جره وجر ما يتبعه ما جره ومرعافي لتبع المحل فحسم جر ما يتبعه ما جره تقول أعجبني شوب زيد الظريف صفة أو أخيك أظهر أو عمر أو نفسه توكين ولك الرفع تقول أعجبني شرب زيد أخوك لا أسأل أخوك رأيت المحل لأن زيد مرفوع أو نفسه أو عمر أظهر هنقوله أو جر ما يتبعه ما جره وهو الأكثر وبدأ به ومن رعا في لتبع المحل فحسم لها رأيت المحل ونصبته أو رفعته تقول أعجبني شربه الماء الباردة زيد أو البارد أظهر ترجمة نانسي قنقر